إليكم أهم أخبار هذا الأسبوع انتهت يوم الثلثة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشرعية ومن المقرر أن يتجه الناخبون هذا السبت نحو سنادق الاقتراع لاختيار ممثلهم أجر رئيس الجمهورية حواراً مع قناة الجزيرة القطرية تنول فيه أهم القضايا الوطنية والإقليمية مؤكداً على موقف الجزائر الثابت إذا أدعم قضايا الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والصحراوي يعتبر هذا اللقاء عودة رسمية لقناة الجزيرة في الجزائر بعد عشرين سنة من حضرها فتحت السلطات الجزائرية مراكز تطعيم جديدة ضد فيروس كورونا لا سيما في العاصمة لأجل تسريع حملة التلقيح على أمل تلقيح نصف سكان البلاد بنهاية سنة 2021 ندد رئيس الوزراء الكندي جاستان ترودو أمس بما وصفه هجوماً إرهابياً وجريمة كراهية بعد مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهساً تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصفع على وجهه خلال زيارة رسمية إلى جنوب شرق فرنسا فيديو الصفع انتشر كالنار في الهاشين في مواقع التواصل الاجتماعي في حين ندد الساس الفرنسيون بالحادثة أعلن الرواي الجزائري محمد مرسول المعروف بياسمين خضر عن تبني شركة نتفليكس لروايته الاعتداء لتحويلها لمسلسل تلفزيوني وتتحدث الرواية عن حياة الفلسطينيين مع الاحتلال الصهيوني فاز بداية هذا الأسبوع المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره المالي بهدف نظيف ليقترب من تحتيم الرقم القياسي الإفريقي من حيث أطول سلسلة نتائج إيجابية والذي كانت تحوزه كوت ديفوار بـ 26 فوزا متتاليا هذا ويواصل أشبال بالماضي لقاءاتهم الودية حيث يواجهون المنتخب التونسي هذا الجمعة